سلام ان شاء الله كامل تكونوا بخير و صحتكم بخير ان شاء الله اليوم سوف نقوم بعمل ملاحة جيغي اللي معروفين في طمون جيغي هذا الفرمادي اللي نشوفوه ان شاء الله تعجبكم كانت عني مناسبة و شوفو ديق الوقت كان كبير بس احصورت لكم الوصفة حبيت نحطها لكم و ان شاء الله تفهموا كامل التفاصيل و سمحوا لي اذا كانوا اذا كنت ازع مزربت لكم شوية ما سيت فصلت لكم الوصفة هنا خديت صدرت عداج خسلت مليح بالخل والملح غسلوهم مليح و شلو مليح صدر ديالكم درت له العكري وهنا درت الاس الحانوت و درت الكوري و درت تابلت على الجبن بزاف منين تحبوا ديروا فلفل كحال ديروا انا ما درتش هنا فلفل كحال هكذا و ما تنزوش تانين ملح هامليك و بعد هنا اه اه سخنة مليح المقلعة درت فيها شوية زيت و درت هاداك البولي ديالي طيب انا عن نفسي ما نحبش البصل مدام انا نحبش البصل نحبش نطيب بها بصل بس صحيح حبيتوا تضيفوا حبات على البصل ضيفوا نغمال مي ماشي شرطة في هادا الوصفة كنت تغليت حبة باطاطا في جهة واحد اخرى هذا الججل هنا لو عندي كيلو تصدر الدجاج اصدرته على الججره بالعظم لكي تروحوا تشروه هنا اضفت شوية ملح لخطر كانت شوية من السوسة مي غليت حبة البطاطا بالملح غليت حبة بطاطا متوسطة تحب بطاطا متوسطة ثم استمتلك البطاطا هي بلى بطاطا من نجول البطاطا تحبين وبطاطا موضوع و اضفت بطاطا صغيرة انت مجدوا 1 كيلو من بطاطا م PL ججر هنا اضفت بطاطا هنا اصدر الدجاج و نكمل كمياء نكمل كمياء تضيفوا كل من اخرين تتعبوا انتنم كاملت الكمية كامل كاملت الكمية كما رأيت هنا تزوج مغارف ماء يزيد وهذا كتاب الذي زيته هنا هو الكيري سأخبره فأخبره سيقوم بتزوج مغارف مائزينة ووزنه بين 50 قرام الميزاني يوزن 50 غرام انا شوفوا انا موارفة نخدمهم سوف نعرف ان هي ميزاني سوف ندرهم 50 غرام انا شوفوا انا اختر موارفة نخدمهم على بها نعرف الميزان سوف ندرهم 50 غرام ودايما توجو غفيتكم ميزانة واراكو تخدموا وتسجموا في هذه المثلة ودرهم كامل كيف كيف لازم يكونوا كامل كيف كيف هنا ينسيت نغم الموء انا نحشيهم بالقرية قدرت هدو الزوج حبات باش باش تفكرت باللي راني مقطع القرية قدامي وما درت الهونش شوفوا انا سجمت اللولة وبعدها شوفوا انا درتهم في الليل انا درتهم في الليل وصباح باش خدمتهم انا توجو غفيتكم عندي كوموند ولا عندي انا لي مناسبة لي كخوكات هادو ما تاع البولي هي لغوست نفسات علي كخوكات ولا هادو ما لي صالي تعجيغي المهم وين لي كون البولي توجو غوش ندير ان نخدمهم في الليل بعدها نلقاها شدت لي روحها الصباح باش نكمل لعما نقليهم باشوا ما ياخدوا ليش وقت بزاف المهم انتو ما توجو غضيروا شوية ما يزينة في كما راكو تشوفو من عندك وران ندير هنا باش تفكرت الفرماج بعدها كي كمت المونتاج هادوك عاودت لهم الفرماج لازم الفرماج هنا باش تفكرت ديوا لهم كميات على غوية 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 بيهم بزاف ابنين تحبو ديروا فرماج عادي محبوية غوية 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 نقوم بالميزة وغوية غوية غوية سوف تقوم بالميزة تستقل عليهم ونقوم بالتقوم بالخدم يجوه بزاف ابنين شوفوا كده يجوه بزاف عجبوهم تحطوهم هكا وبعدها شوفوا اصباح كي يجو تاني حطولهم وتخدموها تزيده وتسقمو المتلكة ديالكم دعوكم في هذا المرحل لديهم وكنت لديهم غير مرحلة ألقبت لكم تشكيل سهل أنت تحطير تشكيل سهل السبب سجمع أرى و منزل الماء اشتركوا ماء خلقة أرى بيض اصبحت بيض بيسكوت يقومون بيض الملح كبير ملح 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 بيسكوت ملح في السبب لدينا كل الملح يصبح السبب يصبح كيف يصبح الخبز لا يكون محمص ملح نصف غير حتى أضف نحن نحن المحمص ملح لم تكن محمص ملح 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 كبير استخدام تبدأ الزيت يجب أن تكون سخونة في مرحلة الزيت كانت تفاصيل الفيديو على بيها ماذا اردت لكم كيف شمال فاندير ليس لديها فيديو لم أكن قدرت نصور أهلا كنت نزرب هنا كنت مدرنجي على بيها لم أكن قمت بصورت لكم الفيديو المهم كامل وقع هذا يجب ان تسخنوا الزيت قمت بتغسير المقلاء وقلق القليان ان تسخنوا مليح الزيت و فيها مجاوبة قدموا زيت مليح و قمت بتطول المليح يكون المتوسطية يجب ان تبيع هذا المنظم و نتحصله يوم الزهبي حبيبين الذهبي يحضرون من الصغير كي يجيش فيها متوسطة انتو ما نوعو في التقابي ولا ديرو بستيلو مثلا يلعدكم استيلو غسلوهم ليح هادك الاخر ديالو ولا اللي بايات تاني لا باي هاديك تاني تقدروا بيها التقبات يكونوا منوعين تديرو صغيرة شوية كبيرة في الكوتي المهم نوعو كمارا ننقلكم انا نزيت وريت لكم شوفوا لها دوي كيفاش تقدروا اول مرة تقدروا تقدروا تخدموهم عادي بعد هادك الفخوماج تركو بيريوه وخلوا خدمو به غاتا شوفتوا هادلي دوي في زوج واحدة فيها تقبة صغيرة واحدة شوية كبيرة عليها هاكا نحو كما راكو تشوفوا فيها و بعدها اللي كوكات المتلاتات ديالو لكم تعداجات يكونوا طابوا وماشي بردوا بزاف بردوا شوية ستقوني قعب بل هم دك لهم القرياء باش نقلكم حتى حتى يشوفوا ذلك الفيديو باش يعرفوا بلي ماشي قرياء راني زيت وريت لكم و لا غس تقوني نحب منين دك نوري لكم مليح باش ما تغلطوش قعب و باش تطبقوا مليح ولا بلي بزاف بل اكدوك يديروها مشروع وليسترزقوا بيها مهم كل واحدة ربي عاونو انا لمدلكم الفكرة و من بعدها شوفوا تكملوا كامل باش يجبوا هدوك الحطبات تدخلوهم فاسي الموت و تحطوهم في هدو الإزاسيات تحطو في هدو الإزاسيات في الاخير حيجوكم هدو المملاحات بزاف ابنان اهنا يحتى بردو باش عضت منهم سينو كانت شوفوا القريخ كيف كان يتكسل كيف هجاب النين كيف هجات هايلة ان شاء الله تكون عجبتكم ها هده هي البرزنتازيو انا اللي درتها ان شاء الله هنكون خفيفة عليكم و وصلتكم المعلومة المهم الفكرة بين قوزين المهم الفكرة لحقتكم كنت حبة نصور لكم خير و خير مي الحمدو الله صاغم جاسبار تكون وصلتكم لدي اللي حبيت اللحقها لكم قلت لكم برزنتازيو كي ما تحبو ديروهم مع لي قولكم تهلا في رواحكم و سنوانا شاء الله فوصفات حد اخرين